سوف نتكلم عن الحلي واشتراكها أو الحلي المشتركة بالتفكير الوحشي قديما عند الأمازية فقد نقصد بالتفكير الوحشي كلمة السحر الذي يعتبره البعض بمثابة فن يتم من خلاله الاتصال بالآلهة القديمة لمعارفة المستقبل دلائل متعلقة بالتنبيء عن طريق الظواهر الفلكية باستعمال الأوراق أو استعمال خطوط اليد وتفسير الأحلام فقد أدمجها هذا التفكير الوحشي أي السحر في هذه الدراسة دراسة الحلي والتفكير الوحشي أي دراسة الحلي بالسحر لأن كل كلا من المرأة الشاوية والقبائلية كانت تلجآن في القديم إلى عراف قبيلتهما لكي يقرأ لهم المستقبل ويحضر لهم حرزا ولكل عراف كانت له طريقته الخاصة للقيام بذلك بالإضافة إلى التناسم والطلصم فنجد حال حلي أخرى تضعها المرأة انطلاقا من اعتقادات وأساطير توارثتها عبر الأجيال وهي كما قلنا سابقا الخامسة والخلخيل الخلخال أو الخلخال وهذا النوع من الحلي يرجعنا إلى الأزمنة الغابرة حيث كان يعيش الإنسان في قلق وخوف دائمين وذلك لأن حياته كانت مرتبطة بدورة الفصول الأربعة التي تحدد نظامه المعيشي فكان في تحدي مستمر مع قوى خفية خارقة والتي كانت خفية كانت تتمثل في الرقصات وحركات مصحوبة بالغناء ورسوم بعض الرموز الغريبة على أجسامهم ووجوههم فكانت هذه الرموز تتسم بقيمة سحرية قديما تحمل أشكالا مجسدة لهذه القوى الخفية فرسمت هذه الرموز في البداية فوق الأجسام ثم الجدران والمعادن ثم بعد ذلك في الفخار وأصبحت ذات أشكال ملموسة تحمل في الوقت الحالي اسم ما يسمى بتعويذ أو ترسم والغرض من استعمالها في القديم كان لعلاج من الأمراض والوقاية من الأخطار وترد الحسد وهي كانت على عدة أنواع فأولها كانت حاملات الحرز والطلسم كما في الصور فكان عندهم طلسم تعويذة توضع قصد طلب الصحة أو المحبة من أجل الوقاية من الأخطار وهو يتكون أيضا من جسئين الجسء الأول الذي هو الحرز الذي كان يتمثل في ورقة صغيرة مكتوبة بالحبر تحمل معاني من القرآن الكريم أو عبارات سحرية قبلية مادة محفوظة بطريقة مجهولة بها يعني عقرب مجفف أو ضرس كبش أو ضربان الضربان كان هنا الحيوان شبه القنفذ لكنه كان صغير الحجم ويده تشبه يد الإنسان ولربما تتشابه هذه اليد في يد يد الإنسان لتوضع لطرد العين الشريرة كما قلنا الخامسة هي تشبه وهي رمز الخامسة فأما الجسء الثاني فقد كان عبارة عن العلبة التي تضع فيها ويضع فيها الحرز وهي ذات أشكال مختلفة ويعملها على قلائد تكون مستطيلة أو مربعة الشكل أو نصف دائرية أو أسطوانية وتسمى بالتميمة لأن الكتاب الموجود بداخله غير مفهومة تشبه التمتمة أي أنها غير مفهومة من قبل العراف لأنه هو الذي يكتبها وكل المرأتين القبائلية والشاوية الأوراسية تضعاني طرسم ولكن كل واحدة منها لها يعني طرسم خاص فيها فالمرأة القبائلية وتصنعه غالبا في الحلاء التي تدعى تزلغت أم الحرز أما المرأة الشاوية فتضعه في علبتين مستطيلتين تعلقهما في الصدر أو تثبتهما في حزامهما وتلجأ كلا المرأتين القبائلية والشاوية إلى عراف قبيلتهما لكي يحضر لهما حرز خاص أو تعويض أو حجاب تحرسه كل واحدة على أن تتبع تعليمات العراف حتى يصبح الطلس مساري المفهول وناجحا ثافزيمت الذي هو الفرحة التي تضاهي أو الانتصار تضاهي فرحة الانتصار على العدو كما يفسرها ياكوب سون بأن عندما تضع المرأة ثافزيمت على الجهة فهذه إشارة أنها أنجبت الوالد ولديها علاقة بالموضوع وتستند على حقاق موضوعية المجموعة التي تعيش فيها الماء هي التي اتفقت على أن تضع المرأة التي أنجبت الوالد الثافزيمت على الجهة أو الجبهة اليمنى وهي مرتبطة بأسطورة أما بالنسبة للثافزيمت الثافزيمت فهو أما المرأة وهي تضع الثافزيمت تشعر بالفرحة فحسب أهل المنطقة هي هدية تقدم للزوجين وأن يكون مولودهم الأول كان إنجابها لبنت يعني أنها عاقر فسعادتها لتقدر وقد أنجبت مدافعا يحمي القبيلة ولهذا فسوف ينظم لها حفل كبير بهذه المناسبة تسود السعادة ويقام فيه بالرقصات وإطلاق الباروت كما تقدم الهدايا عندهم محتبر الأم وتحرص المرأة على وضع الحلي في مختلف المناسبات كما تثبته في حفل خيتان ولدها وعند زواجه لتبين أنها صاحبة العرس وبعد زواجه تقدمه لابنتها لكي تضعه هذه الأخيرة عندما تجيب ولدا عند الأمازيغ كان الثافزيمت الذي يرمز إلى القمر والدوائر الداخلية ترمز إلى النجوم فكما يحاط القمر بالنجوم تحاط المرأة بأولادها كما ترمز الدائرة لدورة طبيعية شتاء خريف صيف فالمرأة تبقى سعيدة بأبنائها على مدار السنة أما التفسيرهم الثاني للتفزيمت فيتمثل في الخطوط الثمانية التي تفصل بين الدائرة وأخرى فهذه الأخيرة ترمز لأشعة الشمس المنبعقة من الدائرة الكبيرة والشمس بهذا فإن أشعة الشمس عندهم قديما هم الأولاد الذين سيضيؤون حياة أمهم وسنأخذ بالتفسير الأول علما بأن الثافزيمت يسمى بالقمر وحتى الأنوات التي هي معاليق التي تتدلى من الثافزيمت فالحلي التي تتزين بها المرأة القبائلية لا تعتبر مجرد قطع فضية تزيد في جمال الأنوثة المرأة بل لديها دلالات ومعاني كثيرة من بينها تعتبر لغة اتصال بين المرأة وأفراد قبيلتها كما تقوم الحلي بتقديم المرأة للمجتمع إن كانت عندهم عازبة أو متزوجة فلب الحلي تجلى في كونها لسان المرأة الخفي الثافزيمت الذي جاء بشكل دائري بداخله ثمان دوائر صغيرة أربعة مربعة بالمرجان مزينة بالمرجان وأربعة مزينة بطلاء الميناء ويوجد خطوط الفصل بين الدوائر وفي وسط الثافزيمت يوجد حبة مرجان دائرية حمراء كبيرة فيها مشبك يساعد في تثبيت الثافزيمت على الجهة كما يوجد 13 نوات تتدلى منه أو أقل من 13 نوات أو أقل منه فتتميز الحلي القبائلية عامة في القبائل الكبرى والصغرة بألوان كثيرة هي الأصفر الأخضر الأزرق وتسمى طلاء الميناء ولكن هذا لا يمنع من وجودها بمنطقة بلاد القبائل اسمها بوغني أو بوغني تستعمل الفضر خالصة بدون ألوان وتعتبر منطقة بنييني من أهم المناطق التي حافظت على تقنية طلاء الميناء وقد تضاربت الآراء حول الأصل الحقيقي لهذه التقنية فالافتراض الأول يكون أن منطقة بنييني كان جزء من مملكة كوكو في جبال جوجرة وفي أواخر القرن الخامس عشر كان هناك حرب أو صراع بين السلطان مملكة قلعة بني عباس ومملكة كوكو بعد قرن من الحروب الدامية عاد النصر فيها إلى الطرف الأول فأرسل سلطان كوكو إلى السجن لقبيلة بني يني وكان من بين هؤلاء السجناء عائلة مشهورة بحرفيها البارعين في فن الصياغة والحدادة فكانت استعمل طريقة طلاء الميناء بين سكان قبيلة بني يني وحافظوا على هذه التقنية والاحتمال الثاني أو الافتراض الثاني الذي هو كان أيضا الفراعين يستعملون طلاء الميناء والبابليون وأيضا كان يستعملها أيضا قبتيون والبيزنطيون واستعمل أيضا في الأندلس في سيف بوعبديل وحسب أصحاب هذا الافتراض فإن هذه التقنية دخلت إلى بيجاية بالجزائر مع مجيء الأندلسيين اللاجئين إليها من بطش الإسبان فحظيت هذه التقنية بعناية كبيرة في هذه المدينة المعروفة بتقدمها وثقافتها أنذاك بجاية لمدة مناء الزمن ثم تخلى عنها الصائغون وهذا ليس بالشيء الغريب بالنسبة للمدن الذي تعتبر مكانا مفتوحا للتجارة والتبادل والاحتكاك الفني والتقنية الذي يؤدي إلى التغير الدائم دائما في الذوق فانتقلت هذه التقنية إلى الريف عبر القبائل الصورة ثم وصلت قيمة جبال القبائل الكبرى أين تبناها الحرفيون وحافظوا عليها لقرون عديدة والشيء الذي ساعد على بقاء هذه التقنية تقنية طلاء الميناء في منطقة بني يني هو بالخصوص موقعها الجغرافي وثانيا أولا واحتفاظ الريفيين بكل ما هو تراث وفن وتقاليد وأخيرا أهم نقطة وهو احتفاظ السائغين بسر مهناتهم التي توارثوها آبا عن جد مناطق أساسية بالمغرب العربي أو المغرب الأمازيغي بالإضافة إلى منطقة القبائل الكبرى خاصة في قرية بني يني ففي تونس مثلا في منطقة بمقنين وجزيرة جربا كما نجدها في المغرب وحاليا ومنذ ذهاب اليهود أيضا المغاربة فإن الورشات المختصة بإنجاز تقنية طلاء الميناء بمنطقتين مقنين وجربا أوقفت عملية أوقفت عملية إنتاج الحلي المنجزة بهذه التقنية أما في المغرب فقد أخذ الإنتاج يتناقص شيئا فشيئا ولحد الآن تبقى منطقة القبائل الكبرى بالجزائر هي الوحيدة التي تصنع الحلي المطلية بالميناء فهكذا قد عرفنا تقوص تفسير رمزيات الحلي عند الأمازيغ القدامى وتفسير هناك تفسيران يعني هو عبارة عن الثافزيمت قمر أو خطوط الشمس المنبعثة من الدائرة الكبيرة هي التي تتدلى من الثافزيمت من البروش وتكون في خطوط فحلي القبائل الكبرى تمثل مجموعة فريدة من نوعها وعرفنا أنها تتميز بصفات عديدة يعني الحلي الجزائرية الأخرى طريقة الطراء المتجزئ الحجم الشكل والزخرفة وكل شيء فيها يجعلها حلي نادرة فتذكرنا خشونتها وصلابتها بأذواق واستعمالات لفترة قد مضت من الزمن وعرفنا دلالات وعلاقة الحلي زمانا بتفكيرهم الوحشي الذي كان متمثل في السحر ترجمة نانسي قنقر